أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك إن حادث انفجار محطة الغاز في مدرية المنصورة بعدن جرس ذار لتصحيح الاختلالات القائمة وإنها حالة العشوائية التي سادت خلال الفترة السابقة في هذا الجانب ومحاسبة المتهونين في حياة ورواح المواطنين وضمان عدم تكرار أي حوادث مماثلة وشدد رئيس الوزراء خلال اجتماع قده في العاصمة عدن مع مدير عام المؤسسة اليمنية للنفط والغاز والمدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز على ضرورة تحمل كل جهة لمسؤولياتها وتنفيذ ضوابط وإجراءات حازمة لإنهاء المخالفات والعشوائية في عمل محطات الغاز في عدن وبقية المحافظات واعتماد معايير السلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر